إشارات المرور شروق طفلة صغيرة تعودت على حب النظام والالتزام به وذات يوم بينما هي في الطريق إلى مدرستها القريبة من منزلها وقفت أمام إشارات المرور تنتظر أن يصير الضوء أخضر للراجلين انتظرت شروق وانتظرت لكن الضوء لم يتغير وبقيت السيارات تمر وتمر وشروق تنتظر وتنتظر سألت شروق الضوء الأحمر ما بك أيها الضوء الأحمر؟ لماذا لا تترك الفرصة للضوء الأخضر كي يشتعل ويسمح لي بالمرور وأصل إلى مدرستي في الوقت المناسب؟ أجابها الضوء الأحمر سامحيني أيتها الطفلة الجميلة مصباح الضوء الأخضر معطل حزنت شروق لهذا الأمر وراحت تفكر كيف تمر بأمان إلى الرصيف الآخر يا إلهي ماذا أفعل؟ أريد المرور سأتأخر عن مدرستي في تلك اللحظة ظهرت لها شرطية المرور ووقفت بحيث يراها الجميع وشرعت في تنظيم حركة السير بحركات يديها توجهت شروق بهدوء نحو الشرطية حتى إذا اقتربت منها نادتها يا سيدة الشرطية أريد العبور إلى الرصيف الآخر غير أن الضوء الأخضر معطل فقد أخبرني بذلك الضوء الأخمر هل تساعدينني لأمر كي لا أتأخر عن موعد الدخول إلى قسمي؟ ابتسمت الشرطية واستجابت لدعوة شروق فأوقفت حركة المرور من الجهة الأخرى بحركة من يدها وساعدت شروق ومن كان معها على المرور بأمان استعدت شروق للمرور وقد بدت عليها علامات الفرحة وهي تقول للشرطية شكرا لك يا سيدة الشرطية أنا الآن سأعبر في أمان إلى الرصيف الآخر ولن أتأخر عن دخول قسمي؟ شكرت الشرطية بدورها الفتاة الصغيرة وهي تقدم لها التحية وحين عبرت شروق إلى الرصيف الآخر سألت الضوء البرتقالي وعند أيها الضوء البرتقالي ما دورك في تنظيم المرور؟ أنا يا صغيرتي أنبه السائقين ليستعدوا للتوقف لأن الضوء الأحمر سيأتي بعدي حين وصلت شروق إلى الرصيف الآخر شكرت الأضواء الثلاثة وهي تردد احترام أضواء السير بألوانها الثلاثة هو احترام للحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر